أحد الأقوال اللي قالها الممثل المعروف في هوليود وممثل دينزل واشنطن زي ما انتم عارفين هو ممثل أمريكي شهير عنده 67 سنة دلوقتي بطل كبير في هوليود ومعروف عنه حتى الأدوار الحازمة والجدة وأيضا لا يخلو من حس فكاهي أو كوميدي كما ظهر في بعض الأدوار هو له أحد الأقوال واللي حاول حتى يصغها بشكل في قدر من الإبداع السينمائي إذا صح التعبير فبيقول بعض الناس لن يحبونك لأن روحك تتسبب في توطر شياطنهم هو بيقول إيه بساطة؟ بيقولك إن في ناس لن تقبلك وستعاديك وستكرهك بدون سبب واضح ليس لخطأ أنت ارتكبت في العلاقة معها وليس لتنافس بينك وليس لإساءة صدرت منك تجاههم ولكنهم سيكرهونك لأسباب تتعلق بهم هم وروحهم مظلمة لديهم الغيرة الشديدة بيكرهوا الناس الآخرين شايفينك متوهج ومتفوق ومبدع شايفينك مستقر في حياتك وفرحان وسعيد فده بيصير الحسد وبالغيرة أنت ما عملتلهمش حاجة فوقات كتير جدا بعض الناس بتسأل السؤال الغلط يعني تيجي تقولك هو ليه بيعملني كده وأنا ما عملتلوش حاجة هو ده اللي بيحاول يقوله هذا الممثل البارع بيقولك إن روحك الإيجابية أحيانا تسير غيرة وحسد الآخرين ده أمر ملوش دعوة به أنت عملت إيه وما عملتش إيه إيه المشكلة اللي سببتها له أو إيه القول اللي أنت قلته له أو إيه التصرف اللي أزعجه فيش حاجة أنت عملتها من كل ده ده بيفكرني بسفر دانيال وديم الحاجات الملفتة جدا يعني لما كان هو واحد من أربعة متسلطين على المملكة ومن قادة هذه المملكة والذين يديرون هذه المملكة أصار ده غيرت وحسد الآخرين حتى قالوا إن إحنا مش لقين حاجة نشتكي بيها دانيال إلا من جهة إلهه من جهة ممارسته للعبادة أو تطلعه دايما إلى أرشاليم بالصلاة فده يلفت الانتباه إلى فكرة إن إحنا في حياتنا اليومية بنقابل ناس نحتك بيهم بنلاقي منهم مواقف سلبية ده مش بالضرورة معناها أنت عملت حاجة غلط ولا بالضرورة أنت شخص سلبي ولا أنت مؤذي ولا أنت مش إيجابي في العلاقة معهم لا خالص مجرد وجودك وطريقتك وروحك الإيجابية في التعامل مع الأمور بتسير غضبهم وحسدهم ونقمتهم ومحاولتهم أن هما يئزوك ويدايقوك ويصل الإزاء إلى مراحل مختلفة يصل من الأول أنه هو شياطينهم دي اللي قال عليها دينزل واشنطن تبدأ تسير الأول حاجة مشاعر الغيرة ثم الغضب ثم يحاولوا أن هما يئزوك بالتصرف أو بالفعل وفي كل الأحوال أنت ما عملتش حاجة ما فيش حاجة سلبية أنت عملتها طبعا المسألة دي بتوجع نفسية الناس كتير جدا لما تشعر أن فيه إزاء من الآخرين تجاههم وهم لم يفعلوا شيء سلبي لكن أنا عايز أقول حاجة يعني من واقع الواحد بيشوفه بيقراءه بيتابعه هذا الإزاء قصير النفس جدا يعني هيجي لوقت وينتهي وستتضح الأمور وتنكشف الأمور وهيظهر على الملأ أن الشخص فعلا كان هو إيجابي طبعا إزاء الآخرين وروحهم السلبية لا يجب أن تدفعنا أن احنا نمشي في نفس الطريق بل نستمر في روحنا الإيجابية وأسلوبنا الإيجابي ولا يعنينا مواقف الآخرين تجاهنا طالما إحنا نفسنا ما عملناش شيء خطأ حتى لا نفعل الخطأ اللي إحنا بنسعى من الناس أنهم ما بيعملوه يعني إحنا لا نكرأ الآخرين لشخصهم ولكن إحنا أحيانا بنرفض الأخطاء اللي هم بيعملوها أو الروح السلبية اللي بيزوروها فلو أنا قمت بنفس الروح السلبية أو أظهرت نفس الأخطاء أو عملت نفس التصرفات فهيكون بعمل الحاجة اللي بتدايقني واللي أنا برفضها في الآخرين فهي مش عايزين نبقى كده إحنا عايزين ببساطة شديدة جدا نكون إيجابيين ونستمر في روحنا الإيجابية ومايفرقش معايا شراطين الناس وإحنا مدركين أن في الأول وفي الآخر ربنا شايف كل حاجة وهيساعدنا وهيوى في جنبينا وهيمنع عنا كل إزاءة